نقول برضو الجودو طيب أنتوا عارفين حضراتكم الجودو لعبة مهمة جدا بالنسبة لها طيب قبل الجودو آه السكواش خلينا في السكواش آه أنا آسف في قبل الجودو عندنا خبر السكواش زي ما أنتوا عارفين السكواش هي إحنا برازيلي العالم وأقوى دولة في العالم على مستوى اللعبة دي الحقيقة لو شفنا أول خمسين مصنف على مستوى العالم بدون مبالغة ممكن نلاقي أربعين منهم مصريين آه مصر نجحت في استضافة أو الحصول على استضافة بطولة الناشئين سنة عشرين وواحد وعشرين بطولة العالم للناشئين عشرين وواحد وعشرين وبطولة العالم لفريق السيدات عشرين اتنين وعشرين بطولة العالم آه للشباب كانت تتلعب مفروكة تتلعب في أستراليا الشهر السنة دي آه في شهر آه إبريل على ما أتذكر وتم تأجيلها بسبب تفشي وباء كورونا فمصر تأجيلت للسنة الجاية ومصر حصل طبعا حصلت على شرف استضافة هذه البطولة وطبعا مصطفى عسل بطل العالم آه الحقيقة هو أكتر المرشحين الفوز بهذه البطولة ومصطفى عسل بالمناسبة هو أحد أبناء النادي الأهل بنفس الكلام لسيدات السكواش عشرين وعشرين آه برضو هننظم بطولة العالم على الأرض مصر عندنا بنية تحتها عندنا ملاعف السكواش على أعلى مستوى آه قادرين على التنظيم وده الحقيقة كان تصريح كابتن عاصم خليفة آه رئيس الاتحاد قال لك أن مصر هتسعى في الفترة الجاية لإصدافات أكبر البطولات في السكواش لأن مصر قادر على ذلك والحقيقة هو كرئيس الاتحاد مش هيقول كده إلا إذا كان شايف فعلا أن مصر جاهزة لإصدافة هذا النوع من البطولات خاصة السكواش خلينا نقول لسكواش فرض نفسه بقوة يمكن ألعاب المضرب في مصر آه يمكن مش من الألعاب الشعبية الكبيرة ولكن السكواش فرض نفسه بنتيجه وبمصنفنا الأولى على مستوى العالم فرض نفسه بقوة على السحر الرياضية في مصر كل التوفيق طبعا لإلعابة السكواش نروح للزهود نروح للزهود